موسيقى موسيقى لعشان كده هنبدأ نتكلم على حاجة ان اللقصر والكردة عنصر واحد مكمل لبعضه وليس معبدين منفصلين نبدأ بقى مع بعض دلوقتي معبد لقصر تغطية اللي قدامنا واضح فيها تماما المعبد بالعناصر المعبد مبني على مرحلتين او على عصرين رمسيس الثاني وخلف فوق من حطب الثالث بس الاقدم من جوه البره عشان يبقى مش شغالين المعبد اتمنى ان احنا نردى نخلصه على فيديو واحده ان كنت اشك لكن بيبدأ بطريقة ابو الهول طريقة ابو الهول انا مش طريقي باش طريقة ابو الهول معناه هو رابط بين اجزاء معبد وليس مقدمة معبد طريقة ابو الهول ما بين عهد عم الحطب الثالث وما بين عهد نختنب بالآن المعبد لو حضراتكم شايفينه في ميل في نعرامسيس وبعدين الميل الميل بيحتمل عندي تلات اراء الاول ان المعبد واخد الكيرف اللي يخليه اصاد البوابة الجنوبية ليه الكارنك الرأي التاني بيقول لا ده علشان يدخل التلات مقاصير اللي حنشوفهم بعد شوية لأ من حط اللي تحط مستالت وحد شبسوت في رأي تلات لطيف وان كان بينه وبينكم مش مقبول هوي وهو ان امون لما بييجي من الكارنك للقصر علشان يعمل المعاشرة مع موت بيعملها في قدس الاكداس فبيتم من هنا عملية اللقاء الزوجي ما بينهم فقالك يميل عشان يخب قدس الاكداس ليتم الزواج فيه بشكل لا يجرح وهو رأي لطيف ولكن ليس له سند علمي بيلون المعبد بيلون بخن طبعا دولة حديثة بيلون المعبد بالنص المصر بخن خلاص انا بيتحافظ صم لما عملنا ادفو لكالنموذج ان انا على البيلون وانا مغمط حلاقي مناظر حربية طب المناظر الحربية عندي هنا مين؟ قدش رمسيس التاني الجزء الاساسي من شغلي عليها رمسيس لما عمل الحقيقة ان رمسيس على وجهة الصرح هنا غطى فشله في معركة قادش احنا عارفين ان الجيش المصري في معركة قادش كان متقسم اربع فيالق رعو امون وبتاح وسادن وعدى نهر العاصي جزء من الجيش حدى والجزء ما عداش بعدين ارسلو له الحسيين الجواسيس وقدر انه يقبض على الجواسيس وتحرك بدون بقية جيشه وتعرض ليه مشكلة فحلاقي ان الجزء بتاع رمسيس وانتصاره وده كله بالست تماثيل متصور عندي جوه المعبد الصورة اللي قدامنا دلوقتي قبل ما ارجع بقى اكمل اكمل هنا الملك على العجلة الحربية على الناحية الشرقية هنا بيدرب الاعداء بتوعه وداخل المعسكر بتاعه والجنود والحسيين تحت رجل الكلام ده رائع وجميل ولكن هذا الكلام من وجهة نظر رمسيس التاني وليس وجهة النظر الحربية يعني هنا الملك بيدرب من على العجلة الحربية بتاعك ومع الجنود والمعسكر بتاعه وامون في خلفه او الالية في خلفه نقرأ بقى في النص هنا الملك بيقول ايه كنت منتصرا وعظيما مع ان كنت احارب بمفردي يعني كنت الوحدي يعني ما كانش حد معي وده اللي احنا بنفسره ان بقيت جيش وما جيش يتقدم مسلتين المسلة تخن والمسلة هي تمثيل لألوهية الشمس وتمثيل لتواجد المعبد قمة المسلة دائما تمثل البنبل وزيما اتفقت مع حدق البنبل لا يرتبط بالشكل الهرمي لم يظهر البنبل في النصوص المصرية قبل عصر الأسرة السادسة القمة كان رمسيس راكع قدام أمون أسر معتراع ستب إن راع اسم رمسيس التاني محبوب أمون حسي بتاع المبجل من بتاع القردة اللي بتهلل للشمس واتفقنا إن القردة الاثناشر بيمثله الساعات بتوعية الليل وقلنا لإن الإرد في حالات الليل بيمثل عند الاثناشر مرحلة اللي هي قضاء الحاجة كل ساعة بالزبط على القاعدة بتاعت المسلة دائما بيبقى في حعبي رب النيل وهو يحمل كل الخيرات هنعرفين إن المسلة أحد المسلتين موجودة والتانية الموجودة في الكونكورد في باريس المستمثالين اللي أمام المعبد والأربع تماثيل الوقفين الصورة يمكن اللي شفناها من شوية اللي بتوريني الجزء الداخلي جواه في آخر في نعره نسيس اللي بتقول لي إن ده كان المدخل بالزبط عليه ساريات أعلام ست تماثيل ومسلتين أساسيتين بنجد بعد كده التماثيل الجلسة للملك بالتاج المزدوج أحد رقوس التماثيل اللي تم عملية وتعملت التمثال اللي هو التمثال اللي هو عيد تركيبه من قبل وزارة الأصار فوقت قريب بعد عملية الترميم اللي تمت عشان تكمل البانوراما بتاعت التماثيل تماثيل زي ما احنا شايفين وجهة المعبد بنتكلم بقى كثير على التماثيل وعلى التمثال عنهي المعدول وانهي المعدول مش معدول أيا كان فالمنظر أصبح متكامل ومنظر يحمد في النهاية إنه بيمثل الست تماثيل على وجهة المعبد خلطيش رمسيس والنقش الغاهر بتاعه اللي لازم نلاحظه على كل الجزء الخارجي أو على كل أجزاء التماثيل وجهة الصرح كمان بتمثل عندي دايما عشان نتعلم حاجة وانا بشتغل الجزء الخارجي من الصرح وانت مغمض انت شغال على مناظر حربية على الكتفين من جوة وآخر كتفين مناظر دينين هنا الجميل من المكتف والمنظر الداخلي ده شباكة أسرة 25 مع أمونكا متف ورا البيلون طبعا على قدين الشمال بنقابل صالة الأعمدة الصغيرة أو ممر الأعمدة الدين ده في منظر من أروع وأبدأ المناظر في التأسيمة بتاعة وجهة المعبد وفي منظر ولاد رمسيس نفسنا نشوف الواد نمرة 8 ميرن بتاح والواد نمرة 13 خائم واسط أول مرمم آثار في العالم وجزء من العيد أو الفيس بتاع الإله مين موجود لأن أمون كم محتاج جوه المعبد إنه يلعب دور أمون كموتف إنه يلعب دور أمون مين إنه يبقى رب الخصوبة ليه؟ لأن أمون زي ما بقولوك كم أاطف بيعدي غرب النيل ينام فيهابه وكموتف هو اللي بيقع بقى يفلقنا بقية السنة كإله للدولة بص حضراتكم هنا رمسيس مثلا بيتعبد أمون كموتف جزء من هنا رمسيس بيتعبد اللابس تاج الخبرش الأزرق قدام أمون وموت وراه وبيقدم القربين والهبات ولاد رمسيس هما بيتحركوا المنظر اللولت لحضراتكم عليه ولاده هما بيتحركوا في تقوس العيد محتاجين هنا إنه هما يكونوا في معية أبوهم أمون بيقدم الخص ووراه الملك بيقدم الخص آسف أمون كموتف أو أمون مين وهو بيتعبد إليه نفس المنظر الملك بالخبرش وخلف الإله إيمانتة رب تواسط وهي خلف أمون كموتف وأمون هنا بيمثل بهية الخصوبة ثم بتكتمل المناظر الكاملة بتاعة العيد أو الجزء المكتمل من طبعا لما هنشرح هابو إن شاء الله هنتكلم بقى على العيد بالتفصيل بكل سماته بكل تفاصيله بكل اللي نفسنا نقوله من خلال العيد ده بعد كده بنطلع من الصالة دي تاني يعني الصالة دي بنخرج منها اللي هي في ظهر الجزء الشارع من البلون عشان نشوف الجامعة الأشهر بتاع سيدي أبو الحجاج موجود وفناء رمسيس فناء رمسيس في مجموعة من الأسهار على يمين الداخل اللي نحب بنا نقول هنشوف مناظر بتمثل الملك في جزء من عيد القبط على الشمال فيه تمثيل الجلسة رمسيس وعنيك وإنت داخل دايما تقول للزباين أو تقول للناس اللي معاك بصوا المنظر اللي قدامكم أعمدة وشغل رمسيس وشغلها من حطب الثالث إزاي الفرق بين اللي اتنين الأهم من ده كله بقى إن أنا بشوف في هذا الجزء تمثالين اللي هم تمثالين اللي في نهاية فناء رمسيس بعد ما بخلص الأعمدة وبشوف المناظر بالكامل في نهاية الفناء بتاع رمسيس بشوف التمثالين بتاع رمسيس التمثالين دول بيمثلوا بالنسبالي أهمية كبيرة مناظر اللي بتمروا قدام حضراتكم مناظر التقليدية ما فياش اي حاجة الملك قدام أمون كاموتيف قدام موت قدام ثالوس طيبة أمون موت خنس وبيجوا يتصوروا عندي تتويج تحت الشجرة المقدسة يبقى أنا في الحوت سر الحوت سر المنظر الشهير اللي أنا قلت لحضراتكم حكيته أكتر من مرة اللي هو بيت القاضي زي ما شرحنا في أبيدوس تتويج الملك وهنا بيقف جحوتي وبيقف وبوعد وهنا الملك برة تانية بيدخلوا معا أولاده عشان يتم عملية التتويج المقدس بتاعه وجزء من الاحتفالات التتويج الملك وتقدمت القربين أمام أمون وموت جمع سيدي أبو الحجاج مثال للمسجد الكبير اللي بيمثل تعانق الأديان وعشان كده دايما بنتحك ونقول خلوا بالكم من حاجة لطيفة إن معبد الأقصر هو المعبد اللي فيه تلات أديان فيه جزء بازيلكة بقى جزء من كنيسة مسيحية فيه جمع سيدي أبو الحجاج وفيه الديانة المصرية الأديمة الأعمدة بتاعت الجامعة داخلة وحتى إن فيه وإنت قاعد جوة الجامعة كده بتصلي بتسند ظهرك على عمود عليه خرطوش رمسيس الثاني في واحد من أروع وأبدع وأجمل المناظر اللي ممكن إن الواحد يرافحت قدامنا دلوقتي التلات مقاصير بتوحد شبسوت اللي كملهم تحطنو ستن شايفين يعنيه كل فن شايفين اللي فريز من فوق رمسيس بيقول إيه جدد الأثار لابوه وبيتصور وهو بيعمل التقوص المقاصير حضرتك وإنت وايه المقاصرة اللي لو اديت ضهرك للمقاصير اديها ضهرك يبقى اللي في النص أمون اللي على يمينه امراته اللي على شماله ابنه وإنت مغمض وهنا بتيجي جزء من عيد القبط بمركب أمون وموته خنصه هم بيخرجوا وقادي المقاصير التلاتة زي ما بقول لحضرتك ادي ضهرك وغمض أينيك هتلاقي اللي في النص أمون إيدك اللي مين هتبقى موت إيدك الشمال حيبقى خنصه والمناظر اللي فيها المركب المقدس بتاعت الالغة ويابناء لان دي مقاصير للمركب المقدس اللي استمرت فيها الجميل فيها إنها بتبرق حتشبسوت من التهمة اللي البعض بيلثقها بإنها كانت يعاني بالضاية حطمس تالت وإنها بهدلته حتشبسوت مدايقتش حطمس تالت ولا بهدلته العلاقة بينهم كانت علاقة تعتمد على علاقة المصلحة المتبادلة هي كان لازم تقبله لإنها مش هترفض المرسوم وهو في نفس الوقت كان لازم إنه يتعامل معه تقدمة القربين أمام موت الملك بالتاج الأزرق بيتوج مرة تانية وخلفه الإلاج حوتي الملك بيقدم القربين أمام أمون واماونت الثامون المقدس اللي هم ثامون الأشمونين الملك بيقدم القربين أمام أمون اللي جالس أمون سيد طيبة جزء من الخدمة اليومية اللي بتتم أمام الآله الليها في داخل المقصورة الإله خونسو موجود في داخل المقصورة بتاعته ثم بنخرج من المقصير دي علشان نبدأ الجزء بتاع رمسيس التاني نرجع له مرة تانية بنكمل بقى التقديمات المعتادة بتاعتنا ندخل بقى على الفناء الجزء الغربي من الجزء الغربي أو الشمال الغربي من الفناء أعمدة كلها ضخمة جدا كل المناظر اللي عليها للرمسيس مع الآلهة المختلفة بالذات سالوس طيبة وكل المناظر بتاعتها مناظر زي من هنا مناظر ترديشنال مناظر تقليدية ولكن الطراز المعمالي بتاعها هو اللي بيحكمني وبيفهمني إزاي أقدر أتعامل معاها لأنها بتختلف عندي من عصر رمسيس التاني لعصر أمنحطب التالت زي ما بلحقوا المناظر والألقاب ليس فيها أي خلاف إلا التمثالين اللي ظاهرين عندي في نهاية الفناء التمثالين دول رمسيس التاني قال على نفسه فيهم شمس الحكام وذكر في نصوصه في أبو سيمبل إنه جعل هناك كاهنين لخدمة تمثالينه اللي عليهم القاعدة القاعدة عليها منظر حابي مناظر الأعمدة لا تخلوا من مناظر تقدمة قربان أدي جزء من التمثال بيظهر التمثال الجالس رمسيس اللي بيعلن عن نفسه شمس الحكام زوجة رمسيس وإحدى بناته اللي لعبت دور الزوج هنا مش زواج فعلي يا جماعة هنا يا لعبت دور الزوجة الملكية في الأمور الدبلوماسية رمسيس التاني لم يتزوج زواجا شرائيا بالمعنى من أولاده هنا مثلا بالله رمسيس وقفوا أيون متأف اللي موجود في الصورة اللي فاتت كانوا أيون متأف وهنا حابي موجود بيعمل السما تاوي الرجلين اللي اتنين زي ما احنا ملاحظين شمال أو يمين مخالفة المنظور اللي بتتم عندي علشان إظهار الجسد كامل ودي قاعدة فنية تعودنا عليها في الفن المصري أولاد رمسيس وهم ماشيين في جزء من عيد القبط اللي هو الجدار الغربي بقى اللي على لمين أولاد رمسيس وهم ماشيين بكل واحد منهم بيحمل اللقب بتاع شايفين فوق اللسان اللي ما هي الفودة دي كلمة إيميراء المشرف على ما شاء الله بصوا تيران رمسيس تيران ملكي مش تيران عادية بصوا التور قديه ما شاء الله تورمة رب تربية محترمة وبيتنيل التور في مراحل ده جزء من القبط اللي كان بيتم أيام رمسيس هنشرح بقى القبط بتفاصيله حتة حتة ومنظر منظر ولاد رمسيس ماشيين بصفاتهم الكهنة والمشرفين على كل ده وبيتنقلوا مع التماثيل وبيتنقلوا مع القرابين لغاية ما بيوصلوا إلى نهاية الجزء الجنوبي يعني بيمشي غرب وبعدين بيلف بيبقى كده راح جنوب ناحية الجنوب أما بيوصل بنشوف معاها المنظر الشهير اللي شفناه في أول المعبد برا اللي هو منظر تمثيل وجهة المعبد قدي رمسيس بيجي في نهاية المنظر قدام أمون وبيقدم له افتتاح عيد القبط القبط اللي هو انتقال أمون من إيبت سوت لإيبت ريسيت علشان يجدد خصبته هنتكلم زي ما بقوله حضراتكو على العيد بشيء من التفصيل في الفيديو اللي جاي اللي ان شاء الله أتمنى أن انتو نكون موجودين مع بعض فيه على خير بإذن الله